اشتركوا في القناة من الاعلاميين والصحفيين العرب المتواجدين في المملكة للمشاركة في تغطية سباق جائزة البحرين الكبرى للفورميلوانا وخلال الاحتفال أكد سعادة وزير الاعلام أن اختيار المنامى عاصمة للأعلام العربي 2024 جاء ترجمة لمدى التقدير العربي لما وصل إليه قطاع الاعلام في مملكة البحرين من مكانة رائدة إقليميا ودوليا وما يشهده من تطور على المستويات كافة في ظل التوجيهات السديدة والرعاية السامية من حضرة صاحب الجلال ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ومتبعة صاحب السمو الملكي وللعهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله وقال سعادة وزير الاعلام إن قرار مجلس الوزراء الاعلام العرب في دورته العادية الثالثة والخمسين التي أقيمت بالعاصمة المغربية الرباط عام 2023 باختيار المنامى لاستضافة هذا الحدث العربي المهم جسد حجم الثقة في قدرات مملكة البحرين وإمكانياتها الإعلامية وكذلك الإعجاب بما تحرص عليه المملكة من تقديم رسالة إعلامية رصينة تلتزم بأخلاقيات المهنة وتحافظ على الهوية العربية والإسلامية الأصيلة وتتمسك بالدفاع عن قضايا الأمة العربية العادلة وأكد سعادة وزير الاعلام أن مملكة البحرين تشهد في ظل العهد الزاهر لجلالة الملك المعظم حفظه الله ورعاه نظة إعلامية واسعة النطاق مستمدة الحافز من أجواء الحريات والانفتاح التي جاءت بها المسيرة التنموية الشاملة بقيادة جلالته أيده الله مما أتح للإعلام فضاءات أوسع في التعبير عن كل القضايا في إطار من المسئولية الوطنية وعزز من دور وسائل الإعلام تجاه المجتمع والإسهام في مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في كل القطاعات وعبر سعادة وزير الإعلام عن خالص التقدير للأمانة العامة لجامعة الدول العربية ومجلس وزراء الإعلام العرب على اختيار المنام عاصمة للإعلام العربي الفين وأربعة وعشرين وعلى الدعم المستمر والتنسيق المشترك مع وزارة الإعلام من أجل ضمان نجاح الحدث في تحقيق أهدافه اليوم الحقيقي كان يوم مميز بإطلاق الشعار المعتمد للمنام عاصمة الإعلام العربي لعام الفين وأربعة وعشرين بحضور رؤسا وممثل البعثات الدبلماسية العربية وعدد من الصحفيين العرب وأيضا الصحفيين البحرينيين الحقيقة يعني إحنا هالعام نشوف أن مسؤولياتنا كبيرة في أن نقدم محتوى إعلامي يليق بالمكانة التي تملكها البحرين كمنارة للإشعاع الإعلامي والثقافي عبر تاريخها والحقيقة يعني اختيار مجلس الوزراء الإعلام العرب لمملكة البحرين وللمنام عاصمة الإعلام العربي لا شك أنه ثمرة للمسيرة التنموية الشاملة التي يقودها سيد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم والدعم الذي يقدمه سيد سمو العهد رئيس مجلس الوزراء لوزارة الإعلام في تقديمها لهذا الملف ونجاحها الحمد لله في اختيار المنامة كعاصمة الإعلام العربي وزارة الإعلام مجهزة ملف كامل لهذه الاستضافة قسمت أشهر السنة على مواضيع معينة تريد أن الإعلام شغف لا ينطفق وتم الحقيقة في تجشين فعالتين مهمتين وهما عادت إطلاق اتحاد الصحافة الخليجية بشكلها الجديد وأيضا تكريم جائزة المواهب الإعلامية واختيار المواهب الإعلامية الفائزة في هذه الجائزة الشهر الثاني كان فيه فعالية مهمة وهي فعالية ضوء وميثاق اللي كانت متعلقة بشهر فبراير اللي كان الشهر اللي نستذكر فيه أهمية الميثاق الوطني في دعم الإعلاميين وفتح الأبواب لجميع المبدعين للتعبير عن نفسهم بحرية الكلمة وجميع الأوجه المتاحة لهم عندنا أيضا مجموعة برامج للأشهر القادمة اليوم أعلننا عنها الشهر مارس بإذن الله بيخصص للإعلام الرياضي واليوم عندنا ندوة عن الإعلام الرياضي بحضور الإعلاميين العرب المشاركين في تقطية الفورميلة وان وبعدين عندنا الإعلام الاقتصادي وبكل شهر بإذن الله له ثيمة معينة على النحو اللي بيناه في العرض المقدم نبارك لجلالة الملك ولي عهده للشعب المملكة البحرين اختيار المنام عاصمة للإعلام ونشكر صراحة وزير الإعلام للدعوة للحضور المنتدى هذا ومهما كان المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين تعتبر مملكة واحدة والشعب شعب واحد والمصلحة واحدة فنشكر لكم صراحة دعوتكم ونتمنى التوفيق إن شاء الله لوزارة الإعلام ولشعب المملكة البحرين وحكومة البحرين بداية أتقدم بالتهاني والتبركات لكل الإعلاميين في مملكة البحرين كان المرئي أو المسموع أو الصحافي أو كافة العاملين في هذا المجال بالفعل أثبتت مملكة البحرين وأعلاميها وبالتأكيد بتوجيهات من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة وبمتابعة سمو ولي العهد كان هذا الإنجاز أن يتم الاتفاق على أن تكون المنامي عاصمة الإعلام العربي وهذا بالتأكيد بالجهد الذي بذل على مر السنوات الماضية إن كان من الإعلاميين أو من الحكومة الرشيدة أو بتوجيهات من جلالة الملك حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه أن تكون المنامي عاصمة للإعلام العربي وحقيقة الجميع يشهد أن الإعلاميين أو المدرس الإعلامي في مملكة البحرين أصبحت يشار إليها بالبنان بالإيجابية والتقدم المميز الذي أثبتته من خلال المسيرة الإعلامية ليس فقط في العالم العربي إنما أعتقد في كل المنطقة تشرفنا بحضور تدشين شعار المنامي عاصمة الإعلام العربي بحضور سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام الشعار يرمز إلى عراقة الإعلام البحريني لتأسس أكثر من ثمانين عام الشعار هنا البحرين اللي كلنا كصحفيين بحرينيين يسكن في وجداننا ابتدأ بإذاعة البحرين وأشهر مجلة بحرينية ويأتي اختيار مملكة البحرين كعاصمة للإعلام العربي الشهادة لما وصل إليه الإعلام البحريني من سقف عالي في حرية تعبير وتجربة رائدة في المنطقة من خلال تطور الإعلام ومواكبة الأحداث على مدى هذه السنوات المتراكمة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة